هذه جريمة كبيرة بحق اليمن وتاريخها وتراثها وهويتها جريمة نكراء ارتكبها بالتأكيد لصوص جبناء هذه الآثار هي مصدر إلهام لليمنيين ومصدر اعتزاز بالهوية اليمنية وبالتاريخ اليمني والحضارة اليمنية وهذه الجريمة مستمرة منذ عقود طويلة لكنها ازدهرت بشكل ملحوظ وبشكل كبير خلال سنوات الحرب لعدة عوامل ولعدة أسباب وهذا الازدهار للأسف الشديد لم يقابل بردود فعل حازمة وقوية من الأطراف المعنية وخصوصا الحكومة الشرعية نريد أن نوضح أكثر ما تعرضت له الآثار اليمنية والمواقع الأثرية والسياحية خلال فترة السبع سنين من الحرب نعم في البداية كانت في بداية الحرب كانت الكثير من المواقع الأثرية تحولت إلى ثكانات عسكرية ومواقع الاشتباكات وحدث فيها الكثير من الدمار والخراب وتعمدت الميليشيات الحوثية أن تعسكر في المواقع الأثرية والمواقع السياحية ظنا منها أن هذا أسلوب لابتزاز وعدم السماح للمجتمع اليمني بمقاومتها والرد على نيرانها مثلا في تعز أقامت ثكنة عسكرية ومدفعية ثقيلة فوق قلعة القاهرة وظلت تقصف الأحياء السكنية من هذه القلعة ظنا منها أنه سيتم الاستسلام لها لأن المجتمع لا يريد تدمير هذه القلعة هذا نموزج في كل المحافظة التي وصلت إليها الميليشيا ارتكبت مثل هذه الجريمة ومن ذلك مثلا قلعة صيرة في عدن وجامع أبان أيضا في محافظة عدن